أعلنت وزارة السياحة والأثار عن الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظف وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتون الجبل بمحافظة المينيار كما تم أيضا الكشف عن لفافة بها أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة والتي أشارت الدراسات الأولية لأن طولها يبلغ ما بين 13 إلى 15 متر تقريبا اكتشافات البعثة المصرية في منطقة الغريفة هنا في تون الجبل المينيا النهاردة بتم الكشف ولأول مرة عن جبانة الدولة الحديثة للإقليم رقم 15 من أقليم مصر العليا الحمد لله لقينا بعض اللقاء الأثرية في منطقة الروعة في حالة أكتر من رائعة لقينا توابيت لقينا تمثيل أشابتي منذ أن بدأنا البعثة المصرية هنا في منطقة الغريفة لقينا أكتر من 25 ألف تمثال أشابتي